اللي بيجرى دلوقتي ان احنا فيه عندنا امدادات الطاقة اللي المفترجة ده انها بتخرج من منطقة العربية باكتر من طريقة بفوض انها بتوصل للعالم وتوصل ايضا لاوروبا هل بالطريقة دي معناها انه البترول او النفط الذي يذهب الى اوروبا من الوارد انه سعره يتزايد ده واحد اتنين والغاز سواء اذا كان الغاز المصري او بشكل عام الغاز بتاع منطقة شرق المتوسط هيبقى برضو وضع عامل ازاي خصوصا ان انا في مصر اللي مسؤول عن الاسالة تمام طبعا فيه تأثر في اسعار الطاقة عالميا فيه تأثر ويمكن فيه سلاس سيناريوهات متوقعة لمستويات اسعار الطاقة في الفترة القادمة يعني على سبيل المثال السيناريو الاول وهو في حال انخفاض امدادات النفط العالمية من خمسمائة الف الى اتنين مليون برميل يوميا ده هيترتب عليها يعني ارتفاع في الاسعار بيتراوح ما بين ثلاثة الى تلاتاشر في المية وبالتالي هنجد ان سعر البرميل سيصل او سيتراوح ما بين ثلاثة وتسعين الى مية واثنين دولار السيناريو الثاني وهو التقليص وده بيتمثل فيه ان الانتاج اليومي بينخفض من ثلاثة الى خمس ملايين برميل يوميا ده هيترتب عليه ارتفاع بنسبة تتراوح ما بين واحد وعشرين لخمسة وتلاتين في المية يعني تقريبا هيكون متوسط السعر من مية وتسعة دولار لمية واحد وعشرين دولار للبرميل السيناريو الاخير طبعا وهو حدوث انكماش في الامدادات وده هيترتب عليه يعني خلينا نقول نقصان في حجم الانتاج اليومي من ستة لتمانية مليون برميل يوميا هيترتب عليه ارتفاع في مستويات الاسعار من ستة وخمسين لخمسة وسبعين في المية تقريبا يعني هيكون او سيصل السعر تقريبا للبرميل من مية واربعين لمية سبع وخمسين دولار طيب الامر ده او السيناريوهات دي تحقق اي منها او الانتقال من السيناريو للسيناريو الاخر بيتوقف على ايه بيتوقف على شدة القصف او شدة الصراع الحالي من ناحية المدة الزمنية ليه هل ستنضم دول ويصبح صراع اقليمي كل هذه الامور هي بتعتبر من المحددات لمستقبل اسعار الطاقة والغذاء في الفترة القادمة يعني خلينا نتكلم او نوضح المفهوم من امن الطاقة وامن الغذاء لان البعض بيتصور ان هو مش هيكون فيه طاقة او مش هيكون فيه غذاء لا المقصود بامن الطاقة وامن الغذاء ان احنا بنحصل على الطاقة او بنستطيع توفير الغذاء باسعار معتدلة واسعار بتتناسب مع دخول الافراد بمعنى ايه بمعنى ان المستورد لابد انها نسبة او خلينا نقول الموضوع نسبي ومختلف من دول منتجة ومصدرة للطاقة ودول اخرى مستوردة ومستهلكة للطاقة ده بيكون المحدد الاكبر في اسعار الطاقة خلال المرحلة القادمة والغذاء بالطبع لان حدوث ارتفاعات في اسعار الطاقة سترتب عليه ارتفاعات في اسعار الغذاء وبالتالي توقع بارتفاعات معدلات التضخم يعني خلينا نقول ان يمكن في نهاية عام 2022 وصل النسبة ليه حوالي 700 مليون شخص بيعانوا من نقص التغذية طب السبب في كده ايه؟ بالسبب ان الدخول في ظل ارتفاعات اسعار الغذاء لا تسمح به توفير الغذاء المناسب دي نسبة كبيرة جدا لها بتمثل 10% تقريبا من عدد سكان العالم العشر تقريبا وبالتالي هنا في ارتباط وصيق ما بين الغذاء والطاقة كله هما بيتأثر وبيؤثر في الكطاع الاخر حضرتك كنت اشارت ليه اوروبا وتأثر الطاقة في اوروبا اشتركوا في القناة